واد القرى درس لمكافحة الفساد في واد القرى كان القائد صلى الله عليه وسلم يؤسس لمكافحة الفساد في أعماق شعبه لكنه لم يتركه بدون عقوبة ورقابة دنيوية فبدون الرقابة قد يفسد الصالح السرقة عقوبتها قطع اليد لأن تأثيرها على أمن الشعب وهيبة الدولة مباشر بينما الاختلاس والنهب يأتي تأثيره مدمرا بعد مدة ولذا قال صلى الله عليه وسلم ليس على منتهب ولا مختلس ولا خائن قطع وفرق بينها فحكم بالقطع على من سرق إبلا من مرابطها أو سرق ثمرا من أماكن تخزينه لكن لو نهب إبلا ترعى أو قطف بيده ثمرا وحمله معه خارج البستان فلا قطع فيه بل يحكم عليه بدفع ثمنه مرتين مع الجلد حيث قال القائد صلى الله عليه وسلم فيها ثمنها مرتين وضرب نكال وهو أمر يمكن تطبيقه على من يختلس مال الدولة والشعب ولكن كل هذه التشريعات لا قيمة لها بل السلطة القضائية برمتها لا قيمة لها إن لم يطبق النظام على الجميع كما قال صلى الله عليه وسلم إنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها لم يبرر القائد صلى الله عليه وسلم لذلك الفقير اختلاسه قطعة قماش من مال الدولة بحجة فقره فالإسلام جاء لإنصاف الفقراء ولم يأت للمتاجرة بقضاياهم وأزماتهم وعلى الفقراء كغيرهم مسؤولية وعليهم النهوض بها فالجنة سيدخلها الفقير والغنية وكذلك جهنم وبهذا المنهج يتحول الفقير إلى طاقة فاعلة ومنضبطة لا إلى طاقة هائجة ثائرة تحطم كل شيء وتحرق اليابس والأخضر فجيش محمد صلى الله عليه وسلم معرمه من الفقراء ومع ذلك فهو قمة في الانضباط وتحمل المسؤولية ها هي زوجته صلى الله عليه وسلم تقول لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر إنها لم تقل نشبع من اللحم أو الفاكهة أو السمن والعسل قالت التمر بل حدثت ابن أختها أسماء ذات يوم عن موائد رأس الدولة فقالت ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله نار استغرب الفتاة فقال يا خالة ما كان يعيشكم قالت الأسودان التمر والماء ثم ذكرت أن لقائد الدولة صلى الله عليه وسلم جيران يمنحونه من ألبانهم ويسقونه تحدثت أم المؤمنين عن خيبر والتمر فماذا عن أميرة خيبر ماذا عن صفية بنت حيي بعد أن أسلمت وهل زفت أم لا ترجمة نانسي قنقر